لتسلط الضوء أكثر على انتهاكات النظام السوري بحق المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة وكذا المناطق التي يسيطر عليها ينظم إلينا أو ينضم إلينا عفوا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف أهلا ومرحبا بك سيد رضا أسعد الله أخاتكم سيد الكريم طالما تفاخر النظام في دمشق بحالة الأمن التي يعيشها السوريون في المناطق التي يسيطر هو عليها لكن مفهوم الأمن يمتد إلى الأمن الغذائي كيف ترى الأوضاع المعيشية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بداية أريد أن أصلت الضوء على نقطة ذكرتها التي هي موضوع الأمن الأمن في مناطق سيطرة النظام حقيقة لا يوجد أمن بكل معنى الكلمة ما يوجد هو عبارة عن ميليشيات وعصابات ومافيات كل محسوب لجهة معينة كل محسوب لدولة معينة لا يوجد هناك أي تناسق أو ترتيب في حفظ الأمن كل جهة هي دولة بحد ذاتها توقف وتقتل وترهب وتعمل دون أخذ أي اعتبار حتى لرأس النظام فالميليشيات الإيرانية أو غيرها تعمل بشكل مستقل تماما الجيش النظام يعمل بشكل مستقل تماما الأجهزة المخابرات كلهم بحد ذاته يعمل هذا فقط من باب أن الأمن وأن الدولة تماما بالأمن لا لا أبدا هذا الأمر من فيه بشكل قطعي لا يوجد أمن بحسب منظمة Human Rights Watch أن الشعب السوري على شفى حفرة من مجاعة كيف ترى دور النظام في وصول الحال إلى هذا الوضع الخطير نعم سيدي الكريم الدولار في اليومين السابقين وصل ما يقارب الـ 5000 ليرة هذا يعني أن التضخم وصل لمئة ضعف الدولار قبل الثورة السورية كان ما بين 45 ليرة سورية إلى حد الـ 50 ليرة سورية اليوم الدولار 5000 ليرة سورية راتب الموظف حتى لدى النظام ما يقارب الـ 50 ألف ليرة هذا يعني أن راتب الموظف عشرة دولار يجب أن يعيش بها ويدرس أبنائه في الجامعات والمدارس وإلى آخره بهذه العشرة دولار علما أن جميعا يعلم أن العشرة دولار لا تكفي ثمن خبز خلال الشهر هذا إن وجد الخبز فكما ذكرتم في هذا التقرير المقونات الحياة منعدمة لدى النظام بشكل كلي من مواد المحروقات مواد طيب هناك تقارير أيضا تشير إلى أن هناك ما يزيد أو ما يقرب من 400 ألف مدني محرومون من الرعاية الصحية ما هو سبب إصرار النظام السوري على قصف المستشفيات؟ نعم فقط أريد أن أتابع بموضوع نقص المواد والأغذية في مناطق النظام بأن الناس في مناطق سيطرة النظام هي في حالي لا توصف بكل معنى الكلمة هي بحاجة لكل شيء هي بحاجة لكل أنواع الغذاء والأدوي هي بحاجة لكل أنواع لكل مقومات الحياة أما بالنسبة لموضوع المستشفيات فهذا الأمر كان منذ بداية الثورة السورية أن يستهدف النظام الحاضن الشعبي يستهدف المرافق المدنية والصحية والأفران والمرافق الحدمات المدنية للمدنيين حتى يكون الضغط على الحاضن الشعبي أكثر من المناطق العسكرية فكما ذكرتم في التقرير كان آخر استهداف هو لمشفى الأتارف الذي يخدم تقريبا نصف المنطقة المحررة واستشهد من استشهد وأصيب من أفل بابي من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا الصيف كنت معنا شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا